والتحليلات لهذا الخبر يجب أن تكون هي الأولوية الأولى في كل وسائل الإعلام المصرية بل والعربية والأفريقية اليوم هذا الخبر الذي أبدأ به هذه الحلقة وأشعر دوما بالفخر والاعتزاز هذا الخبر متعلق بالجيش المصري متعلق بجيش بلادي متعلق بهذه المؤسسة المنضبطة المؤسسة العسكرية التي تقوم بكل العمليات وتقوم بكل المهام بشكل دقيق لا مساحة فيه لأي خطأ دوما كنا نتغنى بالمؤسسة العسكرية ودوما كنا نرفع راية الفخر والفخار والعزة والاعتزاز بهذه المؤسسة الوطنية مؤسسة الشعب المصري المؤسسة العسكرية أو كما نسميها عمود خيمة هذا الوطن الجيش المصري جيش بلادي القوات المسلحة المؤسسة العسكرية المصرية بتصعد في التصنيف العالمي لجيوش العالم أو بالأحرى لأقوى جيوش العالم لأعظم جيوش العالم العالم فيه أكتر من 190 دولة 193 دولة بيصنفوهم المؤسسات المتخصصة بتصنف الجيوش وفق معايير وعوامل وضوابط ونقاط من حيث عرض الجيش عرض أفراد الجيش من حيث الجاهزية من حيث التدريب من حيث هذه القواعد العسكرية التسليح قوة التسليح أعتقد أنه ما تم التوصل إليه من هذه المؤسسات أن الجيش المصري حل في المرتبة التاسعة على مستوى العالم الجيش المصري لأول مرة بيصعد ترتيبه في المرتبة التاسعة عالميا وهذا أمر لو تعلمون عظيم حلت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولى وهذا منطق في المرتبة الثانية روسيا الصين حلت ثالثا الهند رقم أربعة اليابان رقم خمسة كوريا الشمالية رقم ستة فرنسا رقم سبعة بريطانيا رقم تمانية مصر رقم تسعة والبرازيل رقم عشرة أهم عشر جيوش في العالم أهم عشر جيوش في العالم أمريكا، روسيا، الصين، الهند، اليابان، كوريا الجنوبية، فرنسا، بريطانيا، مصر، البرازيل أنا قلت كوريا الشمالية، كوريا الجنوبية يبقى عندي كام عندي مصر رقم تسعة اللي يهمك يا مصري، يا عربي، يا أفريقي، يا شرق أوسطي أكبر وأقوى جيش في المنطقة، مش المنطقة العربية، لا، على مستوى العالم يعني الكرة الأرضية بسكانها الستة سبعة مليار عارفين النهاردة أن جيش مصر هو الجيش رقم تسعة على مستوى العالم